بعد غياب عن الملاعب دام أربعة أعوام عادت الفرق الرياضية في مدينة الباب وريفها إلى التدريبات بعد سيطرة الجيش الحر على المنطقة وترد تنظيم الدولة منها حيث أقيمت مباراة ودية لكرة القدم بين فريقي الباب وبزاعة انتهت بالتعادل بهدف لكل الفريقين تحت رعاية من المجلس المحلي لمدينة الباب بإمكانيات ضعيفة وإرادة قوية تمت إعادة صيانة أرضية الملعب الترابي واجتماع اللاعبين ببعضهم بعد سنين عديدة وحضور مدربي الفرق الذين كانوا ضمن الاتحاد الرياضي السوري وسط حضور عدد لافت من الجماهير التي شجعت الفريقين حضور ومباراة عززت من الإصرار على إعادة الرياضة للمناطق المحررة ورغبة المدنيين بالعودة لمقاعد التشجيع منشكر المجلس المحلي ومجلس المدني تبع بزاعة اللي قاوم بفريق بزاعة الرياضي بعد التحرير الحمد للرب العالمين هو قاوم وبلش يتابعنا ويلحق الرياضة نحن عند كانت داعش هنا ما كنا لا نلعب طابي ولا كنا رياضة كل ما يتينا خالص والحمد للرب العالمين مجلس المدني رجع أحيانا الرياضة ورجع أحيانا الطابي والنتيجة اليوم كانت كويسة للفريقين واحد واحد وبين البزاعة والباب الحمد للرب العالمين مباراة جيدة بين الطرفين عاد لاعب كرة القدم لممارسة هوايتهم فيما لا يزال كثير من لاعب الرياضات الأخرى ينتظرون حظهم لعودتهم وممارسة هوايتهم لإعادة تنثيل سوريا الحرة رياضيا في جميع المحافر الدولية خالد أبو المجل أورينت نيوز ريف حلب الشرقي